كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تبقى لرؤية عام 2040 وخلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عسمت تقريرا حول مشروعات الطاقة المتجددة وخريطة الاراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والشمس كما عرض وزير الكهرباء خريطة الاراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040 كذلك موقف الاراضي تحت الدراسة المقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدام ماتل اراضي الدولة